انت حليت على كل جزي ايه؟ انت حليت 12 امتحان شامل انت بصيت في امتحانات السنة اللي فاتت انا عملتلك محاكاة في امتحانات لحاجة شبهة اتعمل ايه تاني والله؟ السلام عليكم يا شباب وحشتوني جدا اتمنى تكون فترة الغياب الطويلة اللي انتو قضيتوها في الامتحانات اللي فاتت دي ما نستكمش المواد بتاعتي انا عارفة ان دي امنية مش هتحقق اكيد نسيتو كل حاجة الاول بس انا عايز اكلمكم كده عن كام حاجة في البداية سواء بقى في كل المواد اللي فاتت عملت حلو عملت نص نص عكية الدنيا انا عايزك تنسى الحاجات دي خالص لان هي ملهاش اي علاقة بتأديرك الشخصي هي عليها علاقة بتأدير ربنا سبحانه وتعالى لتوفيق ربنا والدعاوي اهلك ليك فانا مش عايزك بقى تقعد في كل مادة تسرح وتفكر كم درجة راحت وكم درجة جات سيبها على الله عشان في الاخر النتيجة هتطلع غير التوقعات بتاعتك ان شاء الله تطلع افضل لان ربنا دايما بيقدر لك الحاجة الاحسن اكتر منت تتوقع وايان كان انت عملت ايه انا عايزك بقى عشان خاطر انا تفصل الحاجات اللي فاتت دي وتفكر بقى في المواد بتاعتي ليه عشان كده انت هتضيع عليه تمام فانا عايزك باذن الله تركزوا انتو بازلتوا في المواد بتاعتي موجود كبير قوي والعلى وعسى ان دول يكونوا نجدة ليكوا في بعض الحاجات اللي ضاعت في المواد التانية تمام ان شاء الله ما تكونش في حاجة ضاعت لكلهم بإذن الله يبوا زي الفل وتجيبوا فيهم درجات كلهم زي الفل عشان انتو تستهلوا عشان انتو تعبتو طيب احنا خطتنا ايه علم النفس زي ما انتو عارفين قبليه ثلاث ايام ونص حلو الكلام طبعا المراجعات هتنزلين على اليوتيوب كلها فور فري تمام بالملازم بالحاجة بتكون موجودة في السنتر وانت بتروح تاخد ملزمتك وطبعا هي متوفرة في كل السانات اللي انتو كنتوا بتاخدوا فيها وطبعا ماري مراشوان هتبعتلكوا التفاصيل ديت انت ما عليك الا انك تروح من المادة اللي قبلية اللي هي الجغرافيا تنام ساعتين كده تلاتة اربعة براحتك بس مش هينفع النص يوم الاولاني نضيعه ليه عشان الخاطر احنا ربنا بيسألنا على عملنا فانت لو استغلت الوقت كويس قوي ربنا هيكرمك لو عطت تدلع بقى وتضيع وقت في البوست ده والنتبه ده والسراحان ده هتكون الحاجة مش حلوة والوقت هيديع ومش هتعرف تستفاد من الحاجات اللي انا مجاهزة هالك تمام انا والله العظيم بازلت القصاري جهدي انا بقى ليه سنين اعدى بصور ليه عشان خاطر دي مسؤولية كبيرة ما ينفعش حاجة اعديها من غير مشرحة اه ما ينفعش حاجة تكون انت ناسيها وانا اتكبر دماغ ويقول اصلا دي مسؤوليته هو اللي كان مفروض يراجع لا ده واجب علي ان انا اتعامل معاك على انك ناسي كل حاجة او بعض الناس ما زكرتش حاجات كتير فلسه عندها امل انها تسمع الدرس وتفهمه كويس وتتدرب عليه حتى لو الوقت قمش كبير بس ربنا هيكرم باذن الله لو كانت نيتها كويسة واحسنت الظن بالله تمام طب يا ميس هنعمل ايه اول ما تطلع من امتحان الجغرافيا هتلاقي كل الفيديوهات اصلا مبعوطة من قبل ما انت تكون فتحت موبايلك والما لازم متوفرة خلاص من الاسبوع الجاي تقدروا تشتروها بعد امتحان التاريخ تمام عشان ما نزنقكمش وما نوتركمش فاحنا بنحاول نجاهز كل حاجة من بدري طب يا ميس الفيديوهات هتبقى عبار عن ايه فيديو شرحة لمادة علم النفس الكامل بالتفاصيل بنواتج التعلم بالحاجات التركات اللي احنا طول السنة بنقولها بالاجزاء مثلا لو في حاجة شبه حاجة في حاجة عكس حاجة في حاجة مرتبطة بحاجة لازم تبقى عرفها بيبقى متقال الفيديو ومراعه في فكرة ان انت مش فاكر او انت مش مذاكر تمام مش فاكر هتسمع هتفتكر مش مذاكر هتسمع هتفهم وهتذاكر تمام ما عندكش حلتين وكل درس بيبقى ليه مدة في المراجعة انت عارف ان الدرس ده انت مش حلو فيه فهتعود بقى بالراحة تسمعه كويس واهم حاجة تكتبه ورايا عشان ما تسرحوش حلو الكلام لان عابل اونلاين ممكن تطالب ايه اسرح وافكر في الحاجات اللي انا عملتها لا ده مش وقت سرحان وانا يعني ان شاء الله باذن الله عدم رقبة كل حاجة لو لقيت حد اونلاين في اي وقت انا هكهرب المكان فاحنا عايزين نكون قلبنا على بعض ومع بعض انا هقولك اول ما تطلع انت هتشوف الفيديو بتاع علم النفس النهاردة هتوقت تصهر عليه هتضيع النص يوم ده في ان انت تسمع وتكتب ورايا حلو الكلام تاني يوم هتصحى هتذاكر اللي انت كتبته اص انت وانت كتبته وفهمت ده حلو قوي بس انت لخصت كل درس في ورقة قول مسلا ان طلعت المراجع معاك كلها اه عشرة خمستاشر ورقة احنا اصلا ملخصين وفي بي دي اف بس انا بفضل انت هتكتب عشان متسرعش صحيح تاني يوم قعدت ذاكرت ورقة ورقة او انا مديه على كل جزء مثال عشان يفهمك لو انت اصلا بتسمع لأول مرة او عشان تتذكر كويس لو انت ناسي تمام خلصت هتبدأ في نفس اليوم بالليل تفتح في فيديو علم الاجتماع هو اقل شوية من علم النفس لان علم الاجتماع اصلا كمادة اصغر من علم النفس هتخلص تمام سمعته كله كتبته ورايا فهمت باذن الله تاني يوم هتصحى تعمل ايه هتذاكر اللي انت كتبته يبقى كده تمت المذاكرة كلها وفي بي دي اف ممكن نخطط منه طبعا وممكن نذاكر منه بس انا بفضل ان انت تكتب وراي عشان الطريقة تكون سهلة ومفهومة والمثال يكون مكتوب بطريقتك كده وجميل حلو الكلام طيب خلصنا الفيديوهين اللي لازم هتشوفوه لازم لان انا شرح فيهم المنهج كله ما بدل ما تذاكر لوحدك وتعط توه وتسرح وانا مش فاكر والحتة دي كانت بتتقالس ازاي طب ما تسمع يا عمم انا بفكرك تمام وانا طبعا امان علي ان انا مفيش حاجة اسمها هتوقع فاشرة حتة واسيب حتة طب افرت الامتحانات دايما لها خطين يا اما الحاجات المهمة فعلا هي اللي بتيجي اللي هي بتبقى قوية يا اما بيقرر ويجيبه حاجات مالهاش لازمة كنوع من انوع المفاجئة ليك طب انا اضيع لك مستقبلك اه هقول لك الحاجات المهم بس طبعا ممكن حاجة غير متوقعة او غير مهمة تيجي فانت ابني فانا اخصم بالله العظيم اتمنى لك اعلى درجة في الدنيا واتمنى لك التأفيل فانا هبز القصاري جهدي وبالفعل انا عملت كده في المراجعات طيب انت خلصت الحاجات دي كلها جزء مش فهمه احنا عندنا خمس ارقام للمادة العلمية هتلاقينا بالنرود 24 ساعة لان هما بيبقوا قاعدين معايا في المكان لان ممكن وارد انت سؤال الاسيستنت يحتار فيه لانه سؤال صعب فعلته اللي بيبقاه الجنبي ياميس ده بيسأله على الحتة دي اقول له كذا او هاتنا الموبايل عمل الفويس نوت وابعته له فانت معاك خمسة وانا ستة قاعدين بيردوا على الاسئلة فان شاء الله ايه جزئية مش فهمها هنلحق بسرعة نفهمها لك او ممكن اطلع بيها بفيديو فورا اشرحها تاني لان احنا طبعا قاعدين عشانك مفرغين الوقت كله لان دي انا لو اطولة جيلك البيت قصما بالله العظيم اجلكم لان انا بجد مستقتلة لان مش عشان ده في وشي ولا حاجة عشان انت حبيبي فانا لازم السنة تنتهي واحنا مخلصين الحاجة على اكمل ما يكون خلصنا بقى نيجي لفقرة الحل ودي الاهم على الاطلاق طيب الاول احنا عاملين شيط صغير كده بعد شيط النوتس ولهو فيه نواتج التعلم وفيه كمان الشخصيات وفيه التعريفات خلصت الجزء ده كله تمام اعمل ايه يا ميس الحل بقى الاول انا عاملالكو اسئلة مختارة من حاجات تابعة لكتاب الملهم اللي احنا بنحل منه على طول اللي هو القوي واسئلته قوية تمام عامل جزء كده تطبيق على كل درس عشرة خمستاشر سؤال على كل حتة في كل درس نطبق عليهم تمام افضل نبدأ بده نحله على طول تمام احنا كده احنا وصلنا لليوم الكام احنا وصلنا كده لليوم التاني خلصنا مذاكرة علم الاجتماع وبدأنا اليوم التاني ولا اليوم التالت احنا عملنا ده لا احنا كده في اليوم نص يوم يوم التاني صح اليوم التاني عشان احنا اول يوم زاكرنا فيه اللي هو النص يوم ده واول يوم اليوم اللي بعضه زاكرنا ده في اليوم التاني بقى طيب هنبدأ حال هتحل على كل جزيئية هتثبت بإذن الله تمام وهتصحح الجزيئات ديت هتقي نفسك حليت على كل حتة لوحدها فالدنيا اتراستائي تمام حل جزئي خلصتهم صححتهم عندك كومنت عندك سؤال بعدت على طول بس بعد ما تصحح طبعا ايه بعدت عشان تشوف انت ساعات لما تشوف الاجابة الصحيحة على طول بتعرف ايه ده الغباء ده ايه فعلا ده هي دي كده مصبوطة خلصت بقى تيجي بقى اللحظة الحاسمة بتاعت امتحانات الشوامل طيب تالت يوم ده احنا بقى هنقضيف ايه تالت يوم بقى لواء الاخير ليلة الامتحان انا معايا اتناشر امتحان كامل ومئة سؤال من موقع الوزارة هيتحلوا كلهم يا شباب اللي هو كتاب الجمهورية تمام انا ما قدرش اقول لك كتاب الجمهورية حلوة لوحش كتاب الملهم حلوة لوحش احنا حلنا كل حاجة طيب كتاب الجمهورية دي حاجات تابعة لوزارة وانا اكتهدت جدا في مراجعة سؤال سؤال حلية الكتاب لوحدي يعني انا حليته كأني طالبة وصحح ولقيت بعض الاجابات مش مقنعة رجعت لهم عدلتها زبطت المودي الانثر الانثر كله شو ما فيش وقت ان احنا ايه دا دي فيه كذا دا فيه كذا مزبطة كل حاجة بإذن الله هتبقى جاهزة منك على طول عادت على التصحيح واللي مش مقتنع او عايز تسأل اسأل طيب بيس هو ما فيش فيديوهات لحل الحاجات دي طبعا فيه احنا نبعد بس البي دي اف بالسبب لا طبعا احنا بعتين البي دي اف بالسبب وبعتين كمان فيديوهات لشرح حاجات الملهم وشرح ال 12 امتحان كلهم في فيديوهات عايز تشوف شوف مش لاحق البي دي اف موجود فيه السبب وبتقدر انت تسأل على اي حاجة انت مش مقتنع بيها على طول خمس ارقام علمية بقولك بيردوا وطبعا هما من افضل الناس فريدة ناردين سوفيا كيرو شهد وانا انا البيك بوس كمان قاعدة معهم عشان ابقى على نفخهم وهتقوني كل شوية بعتلكم فيس نوت بتابع هيا اولاد بدأتو خلصتو لمتفق عليه ولا لا واتمنى نعمل اوكي احنا اخلصنا متوتروناش كده عشان ايه نبقى احنا عارفين ان انتو شغالين وعايزين ترفعوا راسنا زي ما احنا ان شاء الله باذن الله بنتمنى لكم ان انتو فعلا ترفعوا راسنا وتفرحوا اهليكم طيب يا ميسا خلصت الفيديوهات دي مفيش حاجة تانية لان فيه ناس اصلا مذاكرة والحاجات دي ممكن تنجزها ويديها تجري على طول في الامتحانات طب اعمل ايه تاني معلش انا عارفة ان احنا حلينا امتحانات السنية اللي فاتت كلها بس انا برضو عاملها تاني ومصورها تاني وبعت بيدي افليها بالسبب تاني عشان تشوفوا امتحانات 2022 دور اول وتاني 23 دور اول وتاني ونموذج الاسترشيدي وانا اعلم ان اللجنة اللي حطة الامتحان بتاعت 22 مش 23 فهيكون في محكاة لامتحان 22 شوية تمام طيب يا ميسا رجعناهم تاني او بصيت عليهم تاني عشان كنت تحللهم فرتهم كده بصورة استفدت برضو يبقى انت كده حلت ملهم حلت كتاب الجمهورية حلت كمان امتحانات السنين اللي فاتت اللي ممكن عفكرة تتفرج على الفيديو على طول او تقرأهم بعينك كده على طول الوقت مش هيبقى زي ما انت بتخيل يعني انا هلحق عامل كل ده ازاي لو مشيط على الخطة هيخلص اول يوم المراجعة بتاعت علم النفس تاني يوم هتذكرها ومراجعة علم الاجتماع بعد كده هبص على مذاكرة علم الاجتماع وهحل الملهم تاني يوم حصحى الصبح خلص ال 12 امتحان بتوعي 6 وصحح 6 وصحح فيه وقت انك تبص على امتحانات السنين اللي فاتت اه عادي يعني ايه المشكلة ما انت هتنجز نفسك كده مش هتوقع تستأتلي في الفيديو وتسرح وانا وضع مني ورحم مني لا بقولك ايه ما تضيعنيش ارجوك انا مستقبلي كله في ايدك طيب يا ميسا اخر حاجة انا عملها ايه اخر حاجة انا بقى هعملها هطلع اللايف اللايف هكون طويل شوية مش قصير هبقى انا عامل امتحانات بقى بطريقتي انا نموذجين محاكال امتحان اتنين وعشرين من مصادر ايه بقى والاسئلة اللي فيها تركات بتاعتي بس على فكرة مش شرط الاسئلة تبقى فيها تركات قوي او تبقى اكستريم او اوفر مش شرط يعني انا مش بلعب على حاجة واحدة لا انا منوع المصادر وبعمل محاكال دا و دا و دا لا ربما يلدم حاجة من الحاجات اللي انا عاملها دي كلها هعمل محاكال يوم هطلع ااكد على الجزائيات المهمة اللي هي مش توقعات طبعا انا بابقى نفسي اقول لتوقعات و انا بابقى عارفة ايه الحاجات المهمة بس سألهم بيبقوا عايزين يجيبوا الحاجات المهمة و يفرحوا قلبنا كده و مال مين اللي هيعكنن علينا فانا يعني بعمل اللي علي بس براعي طبعا ان انا شرحت كل حاجة في المراجعة عشان مضيعش عليك فرصة التقفيل طيب طلعت عملتلك المحاكادية حلينا مع بعض في اللايف اسئلة مهمة قلتلك الجزائيات اللي بتيجي على طوله بتتكرر وبعد الحاجات الخباية اللي بتلغبط دي الفرق ما بينها و ما بين ايه دي لانا ايه لا اصلا في المراجعة خلصنا اللايف يا جماعة بجد انتوا كده هتكونوا خلصتوا كل حاجة يعني اصلا انت هتعمل ايه تاني انت رجعت المنهج كله تمام انت حليت على كل جزائي انت حليت 12 امتحان شامل انت بصيت في امتحانات السنة اللي فاتت انا عملتلك محاكاة في امتحانات لحاجة شبهة هتعمل ايه تاني والله انت كده الريدي هتبقى عملت كل اللي عليك تماما بامانة والله يعني هتبقى فعلا ما قصرتش في حاجة تمام وهتصحى الصبح هتلاقيني معاك واحنا طبعا معاك ليل ونهار بقى حتى لو بتبعت اسئلة الفجر احنا ما بننامش واللي بيخشوا يناموا في حبة تانين بيصحوا يعني انا خشنام ساعتين يبقى فيه ثلاثة صحيحين نصحى احنا هم يناموا ساعتين فاحنا معاك 24 ساعة لان بجد احنا بنحبكو فدي يعني اقسب بالله العظيم احنا لو نينفع نيجيلكو كده نقعد معاكو في البيت هنعمل كده تمام نفس كل اللي قلته هنعمله في الفلسفة فمش هقعد عيده بقى عشان ما طلع يعني ما طولش وقت الفيديو تمام هنعمل نفس الكلام وهبعط لك برضو الخطة هم برضو هتلاقيهم خمس فيديوهات اتنين شرح واحد ملهم واحد كتاب الجمهورية كتاب الجمهورية كمان جميل قوي في المنطق في اسئلة اوتوفزابوكس كده هتعجبكو جدا واخيرا الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت بس طبعا فيه سبعة ايان فاحنا هنكون براحيتنا شوية والتقسيمة هتبقى مفتوحة وكله نازل على اليوتيوب فور فري للجميع مفيش بس غير الملازم هتتشحن هيبدأ شحنها على طول من يوم امتحان التاريخ هيبدأ شحنها وهتتوفر في السنينتر بإذن الله للجميع فبرضو تفاصيل الفلسفة كلها هتنزلك وهنقولك هتعمل فيها ايه وهقولك على طول اول ما تطلع من امتحان علم النفس فيديو صغير هتقسم الايام ازاي مش عايز بس تطول ده عشان انا عارفة ان انتو جديم من حياتكم مش عايزين سمعوا حاجة اصلا فهقولكو تفاصيل الفلسفة والمنطق بإذن الله واحنا مع بعض في المعسكر الجاي واشوفك على خير بإذن الله ايام المراجعات بتاعتنا والله العظيم انت قدها وما تغزلنيش فيك انت على قد الحب اللي انا بحبه لك عايزك تسترجل وتسندل معي الايام دي وان شاء الله بإذن الله نطلع من الامتحانين انا مش بقول هيجو صعبين ولا سهلين الله اعلم احنا ليس للانسان الا مساعة احنا ما عليناش غير ان احنا نعمل كل اللي نقدر نعمله طيب دايما الانسان لا ما بيعمل كل اللي يقدر يعمله دي الحاجة الوحيدة اللي بتضمنده ان ربنا يكرمه مش بتضمنده انت حنيجي سهلة او صعبة او يحل او ما يحلش بتضمنده ان ربنا يكون في ظهر ويكرمه فهمين يا ولاد اشوفكو على خير في المراجعات وهتوحشوني جدا ويا رب نطلع ان شاء الله منصورين من المواد بتاعتنا ونقفلها على خير بصة مؤقتة كده يا قلب الميس لحد ما ان شاء الله باذن الله اشوفك فيه المواد بتاعت يعني لسه قاعدة معكم كتير الفيديوهات للروكب ماشي باي باي يا شباب